انا بكم تعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل فورة الغضب العونية على قرار التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي الرئيس تمام سلام وجه دعوة إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل بجدول أعمال آخر جلسة قبل العطلة القصرية ووزراء تكتل التغيير والإصلاح أول الحاضرين وأفادت معلومات الجديد أن التيار سيرسل عبر أحد وزرائه كتابا إلى رئيس الحكومة صباح غد باسم التكتل يعترض فيه على جدول الأعمال ويبلغه حصر النقاش بالمادة التي توقف المجلس عندها وهي التعيينات الأمنية وما خال ذلك لي مر شيء وقالت المعلومات أن التيار ليقاطع لكن ليقطع ليقطع وسيستمر في النقاش للوصول إلى التعيينات وزير العمل سجعان قزي قال للجديد أن البنود على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أغلبها تتعلق بتسيير شؤون الناس مشددا على أن قرار الرئيس سلام جاء صائبا مطبقا مقولة للصبر حدود دعينا أخيرا إلى جلسة لمجلس الوزراء نهر الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحا وجدول أعمال الجلسة هو نفسه جدول أعمال الجلسة السابقة التي لم تقر البنود يلي هي أغلبة بنود تتعلق بالناس بالمزارعين بالنقبات بالمستشفيات والقرار الذي اتخذه الرئيس تمام سلام هو قرار في محله وسبت قاعدة للصبر حدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجي يؤيد استطلاع المسيحية الخاص برئاسة الجمهورية وكذلك القوات والكتائب أكد رئيس تيار المردة النائب الممدد سليمان فرنجي أنه يؤيد إجراء استطلاع للرأي في شأن رئاسة الجمهورية مسيحي ووطني وشفاف وأن توافق عليه غير شركة موقف فرنجي جاء عقب لقائه النائب الممدد له إبراهيم كنعان الذي زاره مفادا من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب الممدد له ميشيل عون لأخذ الموافقة المبدئية على مسألة الاستطلاع والاتفاق على الألية والأسئلة المناسبة الموضوع ليس موضوع انتخاب لأنه اليوم بصراحة الأقوياء مرفوضين هذا يعني ما بدنا نتزاكع بعضنا كلنا بنعرف الحقيقة إذا المسيحيين قرروا باستفتاء أو باستطلاع أنه فيه أقوياء ونحن عم نقول فينا ننزل على المجلس نيابي مبادرة العماد عون مش عم تقول اللي بيطلع انتخبو نحن معنا مشل ونلتزم أخلاقيا مع أنه نحن ملتزمين بأنه الجنير العون هو مرشحنا إذا بكنا مثلا فيز الدكتور جاجة أنا إذا عمل رئيس جمهورية أنا قلت من أول يوم أنا بروحب أني وبعتبره رئيس جمهورية من أول الطريقة لنضد ما نضد أي أستطلاع ولا نخاف أي أستطلاع أنا لا ألتزم بانتخاب خصم إذا أخذ رأم وعقب زيارتي رئيس حزب الكتائب النائب المدد سامي لجميل في الصيف لفد كنعان إلى أن اللقاء يهدفوا إلى التوصل إلى قواس المشتركة بين التيار الوطني الحر وحزب الكتائب والوصول إلى رئاسة دستورية ديمقراطية تأخذ بالاعتبار رأي المسيحيين ومن معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع أكد كنعان أنه جل الاتفاق على أن الاستطلاع دستوري وهو عمل ديمقراطي راق لتحديد خيارات المسيحيين واللبنانيين عموما في الرئاسة الولايات المتحدة تؤكد أن لا أدلة قوية على أن الأردن والتركيا تبحثان السعي لإقامة منطقة عزلة في سوريا هذا ويعقد مجلس الأمن القومي التركي جلسته الشهرية لبحث مخططات عسكرية وأمنية لإقامة منطقة عزلة على طول 110 كم وعم 35 كم داخل الأراضي السورية وتعز الحكومة التركية الأسباب إلى إبعاد الخطر المتزايد من تنظيم داعش على تركيا ومنع إقامة كيان كردي على حدود البلاد وقد أكد رئيس الحكومة أحمد داودوبلو جاهزية القوات المسلحة التركية لردع كل أنواع تهديدات التي تمس أمن مناطقها الحدودية مع سوريا والعراق بعد ثلاث ساعات من المعالجة الطبية فارق نائب العام المصري الحياة متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة تفجير استهدفه وقد أعلنت مصادر طبية وقضائية بمستشفى النزه الدولي في القاهرة استشهاد المستشار هشام بركات وجرح سبعة آخرين بينهم خمسة من فريق حراسة النائب العام ومدني وكالت نيابة شرق القاهرة قد بدأت التحقيق في استهداف موكب النائب العام في أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة وقد أدى التفجير إلى تضرر عشرين سيارة والمحالة التجارية وواجهات المباني في مكان التفجير واشنطن دانت الهجوم الذي أدى إلى مقتل النائب العام المصري وأكدت وقوفها مع حكومة مصر لمواجهة الإرهاب تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالاستمرار في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لسوريا وقال بوتن بعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم نحن مقتنعون بأن الشعب السوري سينتصر في نهاية المطاف وأثر الرئيس الروسي إمكانية قيام تحالف دولي جديد من أجل مكافحة الإرهاب وقال بوتن سنستخدم علاقاتنا وهي جيدة مع كل دول المنطقة في محاولة لخلق هذا نوع من التحالف بأي ثمن معتبرا أن مكافحة الإرهاب تتطلب تضافر جهود دول المنطقة كافة الوزير المعلم أكد في مؤتمر صحفيا عقده مع نظيره الروسي سرغي لافروف أنه حصل بصراحة على وعد من الرئيس بوتن بدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا ختام الشريط للإخباري شكرا للمتابعة وتصبحون على خير